وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط مافيا السلع الفاسدة والتلعب بالدعم ونجحت في ضبط 4 أطنان و373 طن لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمي بمحل جزارة ومطعم وثلاجات غير مرخصة بمحافظتي الإسكندرية والجيزة كما تمكنت من ضبط 15 طن مستلزمات إنتاج زيت صوية وخل طعام خام مجهولة المصدر بمصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقليوبية إضافة إلى أكثر من 14 ألف عبوات منتج نهائية عليها علامة مقلدة